ترجمة نانسي قنقر ما هو مبرر التصعيد في ليبيا بما يخالف توجهات في الإقليم للحوار والتلاقي إيران تؤكد أن العقوبات الأمريكية جريمة منظمة وتدعو لرفعها كاملة كنتيجة للمفاوضات هل تلتزم إدارة بايدن وتفي بتعهداتها حول الاتفاق النووي الإدارة الذاتية الكردية تفرض منهاج تعليميا شرق الفرات يهدد مستقبل أجيال بأكملها منهاج مؤدلج يمس بالهوية الوطنية الجامعة للسوريين وتغيب عنه الأسس العلمية وفي قضية اليوم فلسطين في العراق خلال أحياء أربعينية الإمام الحسين علماء دين فلسطينيون يدعون لزوال إسرائيل من كربلاء مرحبا بكم سيسقط البرلمان الليبي بعد موافقته على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية القول لرئيسها عبد الحميد البيبة الذي دعا الليبيين إلى الخروج والتعبير عن رأيهم من دون خوف مؤكدا دعمه إجراء الانتخابات ورفضه للانقسام فما خلفية هذه الأزمة الجديدة في ليبيا محمد بو عبد الله ليبيا مجددا في مفترق طرق سياسي حيث سحب الثقة من الحكومة يثير الجدل في ظل خلاف بينها وبين مجلس النواب أو بالأحرى مع غالبيته في التوقيت والسياق تاتي الخطوة قبل ثلاثة أشهر من إجراء انتخابات طال انتظارها وفي المضمون والمؤدى يختلف الفرقاء الليبيون بشأن نتائج التصويت إذ التشكيك يحوم حول الشرعية والنزاهة فيكون الرفض موقف رئاسة المجلس الأعلى للدولة تستمر حكومة الوحدة الوطنية في أداء المهمات يؤكد رئيس المجلس لكن شرعية الانتخابات والنتائج ستكون على المحك بل حتى إجراؤها في الموعد المحدد بات محل تساؤل فضلا عن مزاوجة الرئاسية بالتشريعية فما الذي يدور بين الليبيين اليوم بعدما جرى التوافق قبل أشهر كان مدفوعا هذا التوجه السياسي بأجواء مشجعة إقليميا ودوليا حيث المحاور جنحت للسلم والتهديئة والتقارب وبات الليبيون أقرب ما يكونون إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة بصوت الناخب لا بأصوات المدافع لكن الإشكالية في ليبيا يقول عارفون بخباياها تكمن في طبيعة الصراع داخليا ووفق هذا التصور يسيل وضع اليد على أموال الشعب لعاب المختصمين فيعود الصراع إلى جوهره ولا سيما بعد إبرام حكومة انتقالية عقودا بعشرات مليارات الدولارات وهي الراحلة قريبا ثم تحديث في الأروقة السياسية عن إهدار المال العام وقد تكون الاتهامات بالفساد مدخلا للعودة بليبيا إلى مربع الانقسام والصراع حيث تزداد الهوة اتساعا في مسائل أخرى على رأسها القانون الانتخابي إذ تمسك رئاسة مجلس النواب على ما يبدو بهذا الملف الشائك والمعقد دوليا تبدل أطراف حرصها على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها فهل فعلا ذاك ما تريده أم هو الظاهر منفصل عن الباطن حيث مصالح الخارج تؤجج صراع الوصول إلى سدة الحكم وصناعة القرار الليبي محل الميدي لشؤون التونسية والأفريقية مراد الدلنسي ما الذي جرى فهي الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة راميا إذا ما أردنا أن نلخص هذه الأسباب فنقول أن كلا الفريقين خاصة اللاعبين الأساسيين في الشرق والغرب الليبي لا يريدون إجراء انتخابات وأن كان لابد من إجراء هذه الانتخابات تحت الضغط الدولي فيجب أن تجري بما يحفظ المصالح السياسية والمالية لهذه الأطراف القائمة نتحدث عن رئيس مجلس النواب خليفة حفتر في الغرب الليبي كذلك الشخصيات السياسية الماسكة في الغرب الليبي كذلك لا تريد إجراء الانتخابات وإن كان لابد من أن تجري بشروطها في الأشهر الماضية إذا ما عدنا للاحظنا أن أصل الصراع هو مالي سياسي ماليا المجلس النواب الليبي رفض في فترة معينة ما قال إنها أموال في صندوق أسود لا يتم محاسبة أين ذهبت هذه الأموال ويقول مجلس النواب إنها تذهب للميليشيات في الغرب الليبي بالمقابل حكومة أدبيبا رفضت أن تمنح أموالا لقوات خليفة حفتر ورأت إنها أموال كبيرة إذن هذا تقريبا الصراع عن مالي كذلك مجلس النواب الليبي أراد تغيير محافظة المصرف المركزي ورفضت حكومة أدبيبا ذلك إذن هذا الصراع المالي ولكن الصراع السياسي مهم جدا خاصة مع قرب موعد الانتخابات مجلس النواب الليبي منذ أيام قام بوضع قانون للانتخابات هذا القانون تم وضعه على مقاس خليفة حفتر لكي يتمكن من الترشح للانتخابات المقبلة في المقابل الغرب الليبي ومجلس الأعلى للدولة وضع قانون آخر لا يسمح لي لكن ما نراه في الداخل الليبي وهذه الانقسامات التي تحدثت عنها هي أيضا مرتبطة بعض العوامل الخارجية والأطراف الحاضرة أيضا في المشهد الليبي لسيما تحدث عن أطراف إقليمية ودولية محل الميدي لشؤون الإيرانية والإقليمية ملحم ريا يبدو المشهد الليبي معاكسا للسائد على مستوى الإقليم هناك ميل الحوار بين المتخاصمين وتخفيف للتصعيد ما الذي يجعله بعيدا عن هذا المشهد أو معاكسا له راميا ربما تكون الأمور أكثر تعقيدا في المشهد الليبي بعيدا عن ما نشهده في الدول التي تشهد اضطرابات في المنطقة هناك صراعات داخلية في الليبي تعكس في الحقيقة صراعات خارجية دولية وأقليمية حادة خاصة بين دول كتركيا وقطر من جهة السعودية مصر الإمارات من جهة أخرى صحيح أن كان هناك في الفترة الأخيرة مصالحة خالجية ولكن هذه المصالحة لم تحل جوهر المشكلة المتعلقة بدعم تركيا وقطر للإخوان المسلمين في دول عدة ومنها ليبيا في الحقيقة النقطة الثانية والتي لا بد في الحقيقة يعني عدم تجاهلها وهي الدور القبلي في ليبيا هذا غير موجود في العديد من دول المنطقة ثالثا مكان الجغرافي الاستراتيجي لليبيا في شمال أفريقيا وهي أيضا بوابة على جنوب أفريقيا وأيضا على أوروبا وبالتالي هذا الأمر يجعلها مطمع للعديد من الدول المتغيرات التي نشهدها في المنطقة في الحقيقة هي نتيجة تقاطع مصالح ربما حتى الآن هذا الأمر هذا الشرط لم يتوافر في ليبيا وليرتدادات المشهد الليبي هناك نواحي عديدة لسيما على المحيط مراد إلى أي حد دول الجوار تتأثر في تفاعلات المشهد في ليبيا والذي يبدو كأنه عائد إلى المربع الأول ما قدرتها أيضا على المساعدة وحل حالة الأمور رامي حقيقة أن تعود ليبيا إلى المربع الأول يبدو كلاما متفائلا حسب ما تسير عليه الأمور والصراع الآن الذي عاد من جديد ليبيا قد لا تعود إلى المربع الأول ولكن ستذهب إلى مربع أكثر خطورة وهو التقسيم في صورة ما استمر هذا الوضع نعم إذن دول الجوار تختلف تعاملها مع الوضع الليبي لو ذكرنا تونس مثلا على سبيل المثال هي الحلقة الأضعف في دول الجوار لضعف تأثيرها الأمني والمخابراتي في الداخل الليبي تونس لا تؤثر في الداخل الليبي بشكل كبير ولكنها أكبر المتضررين أبنيا واقتصاديا من تدهور الوضع الأمني في ليبيا على عكس ربما بعض الدول الأخرى مثلا مصر والجزائر هناك صراع خفي بين مصر والجزائر حول ما يقع في ليبيا مصر بكل تأكيد لديها سوق في ليبيا وتريد أن يكون لها دور وتحديدا أن يكون لها شخصيات ليبيا تتحكم في المشهد سواء كان ذلك عبر ليبيا مقاسمة أو عبر ليبيا واحدة بينما الجزائر تتخوف من هذا الدور المصري وهي في تحالف واضح مع الغرب الليبي بإسلاميه وعلمانيه ولكنها في تحالف مع الغرب الليبي وتتخوف من الدور المصري هناك إذن كما ذكرت هناك تخوف من أن تذهب ليبيا إلى مربع أكثر خطورة هذا في صورة ما تدخلت الأمم المتحدة والقواء الدولية لتخفيف التوتر والوضع الرهل ليبيا تتأثر في تفاعلات الإقليم وبشكل أو بآخر يراد أيضا لتفاعلات الإقليم أن تكون حاضرة في مفاوضات النووية الإيرانية قبل استئنافها خلال أسابيع إيران تؤكد أن المياه لن تعود إلى مجاريها دون تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي وفي وقت لا يزال الخلاف بين طهران وواسنطن يراوح مكانه أحمد البحراني من خلال أهم ممبر دولي تتمسك إيران بموقفها حيال الاتفاق النووي والمباحثات لن تعود إلى خطة العمل الشاملة قبل رفع العقوبات عنها ولا تقبل مفاوضات لا تنتهي بتحقيق هذا الهدف أمريكا اعتقدت خطيئة أننا سنيأس لكن سمودنا أعطى نتيجة وسيعطي دائما برغم ذلك فإن الجمهورية الإسلامية مع الحوار وهي ترى أن الحوار المفيد هو الذي ينتج من إلغاء العقوبات الحوار المفيد غير الاستنزافك الذي يثمر نتائج ملموسة وحقيقية هو ما ينادي به رئيسي وفريقه الحكومية بالنسبة إلى الحكومة والمقربين منها لا فرق بين أوروبا وأمريكا ولا تفضيل لأي منهما على الآخر ذنب الأوروبيين لا يقل عن ذنب الأمريكيين بل إنه أشد وأكبر موقف أمريكا كان شفافا فهي خرجت من الاتفاق ولم تلتزم به بينما الأوروبيون بقوا فيه ويتذرعون ولم يلتزموا بتعهداتهم وبينما تعلو أصوات أوروبية مطالبة إيران بالإسرع في استئناف الحوار تؤكد طهران أن الجولة السابعة من المفاوضات ستستئنف خلال أسابيع الخلاف بين طهران وواشنطن ما زال يراوح مكانه بالنسبة إلى الإيرانيين لن تعود المياه إلى مجارها هذه المرة دون تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي قبل كل شيء وعلى واشنطن أن تقتل خطوة المنتظرة أحمد البحراني طهران الميادين وهل الميادين لشؤون الإيرانية والإقليمية ملحم ريب هل يحمل كلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طياته من جديد وهل نحن أمام ربما اختلاف في المفاوضات في بينا عن حيث وصلت مع حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني راميا المفاوضات لم تستأنف حتى الآن آخر جولة للمفاوضات كانت في نهاية ولاية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني وهذا الأمر ربما يكون مبررا ومفهوما لأن نحن أمام انتقال للسلطة كنا في الفترة الماضية وبالتالي الرئيس إبراهيم رئيسي كان مشغولا بالتالي في الحكومة وأيضا تعيين فريقه السياسي لكن واضح من خلال التصرحات الإيرانية بأنه لا فيت على استئناف مفاوضات فيينا وربما ستستأنف هذه المفاوضات بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في الأسابيع القليلة المقبلة لكن هناك شرط إيراني هو أن تكون هذه المفاوضات هادفة ومثمرة إيران لا تريد التفاوض من أجل التفاوض أي لا تريد إضاعة الوقت في الحقيقة الرئيس إيراني إبراهيم رئيسي كان واضحا في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالأمس بقوله بأن إيران لم تربط مصالحها الاقتصادية بنتيجة المفاوضات وسياستها في الحقيقة السياسة الجديدة للحكومة الجديدة هو التوجه نحو الشرق والانفتاع على دول الجوار ولا تريد ربط مصالحها الاقتصادية بالغرب هذه نقطة مهمة جدا يؤكد عليها الرئيس إيراني إبراهيم رئيسي في أكثر من مناسبة النقطة الثانية إيران لا تقبل أي شرط جديد تضعه على الولايات المتحدة الأمريكية غير ما اتفق عليه في إطار الاتفاق النوى عام 2015 النقطة الثالثة إيران تريد عودة الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بالاتفاق النوى بالقرار الدولة 22 و 31 قبل أن تعود هي إلى الالتزام ببنود هذا الاتفاق نقطة ثانية المتعلقة بأن لا يكون هناك شرط جديد على ما اتفق عليه عام 2015 محمد الخضر مراسل الميادين وراد أمريكيا توسيع مفاوضات الاتفاق النووي ليشمل ما له علاقة بملفات في المنطقة سوريا أحدى ساحاتها ما هو نوع الحلف الذي يجعل دمشق مطمئنة أن طهران لن تفاوض عن الساحة السورية نعم راميه هو حلف معمد بالدماء ثقة مطلقة منذ عام 1979 انطلاق الثورة الإسلامية الإيرانية عندما كانت دمشق أول من بارك هذه الثورة الإسلامية ثم اختبرت بعواصف سياسية كبيرة مرت على المنطقة هناك تاكيدات وهناك معلومات وتصريحات معلنة أن هذا القرار قرار التفاوض النووي الإيراني هو قرار وطني ويشمل قضية وطنية إيرانية ولن يمتد إلى ساحات أخرى وحتى في كل جولة كانت من الجولات المفصلية في هذا التفاوض كان هناك مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى وزراء الخارجية أحيانا مستشاري الأمن الوطني القومي وفود عالية المستوى من إيران كانت تأتي إلى دمشق لتطلع القيادة السورية على تفاصيل تلك المفاوضات علاقات البلدين مرت بمراحل عديدة جدا أثبتت تحالفها مصداقيتها صمدت وحتى في الحرب التي واجهت سوريا على مدى عشر سنين كانت إيران السند والدعم الكبير لسوريا بالمعنى الاقتصادي بالاستشاري بالسياسي وهو ما يعني تحترمه دمشق وتكون له كل الاحترام والتقدير هذه علاقات وطيدة وطدت بالدم وطدت بالاقتصاد لذلك هناك طمانينة كاملة لدى السوريين في هذا المنح بلحم يقول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سلاح النووي ليس له مكان في استراتيجية إيران الدفاعية لماذا يكرر هذا التوضيح الآن رامي السلاح النووي ليس له مكان في العقيدة الاستراتيجية والدفاعية الإيرانية في الحقيقة هذه مقولة تكررها إيران منذ فتح هذا الملف في الأروقة الدولية منذ عام 2003 حتى الآن كل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي صدرت إلى هذه اللحظة تؤكد على سلمية البرنامج النووي الإيراني بالرغم من كل الفبركات الإسرائيلية وتقارير الاستخبارات والإدعاءات التي تسوقها الـ CIA والمسادة الإسرائيلي فيها الحقيقة لم يستطع أحد إثبات عكس ذلك أي عدم سلمية البرنامج النووي الإيراني أيضا هذه المقولة فيها الحقيقة دعمت بفتوى صادرة من المرشد الإيراني السيد علي خميني وفي إيران أهمية هذه الفتوى أهم في الحقيقة من القانون الذي يصدر من البرلمان الإيراني بطبيعة الحال صدور أو تأكيد على هذه التصريحات مرة جديدة من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الحقيقة هو رد يمكن اعتباره على ما نشرته في الأيام الأخيرة الماضية نيويورك تايمز نقلا عن مصادر بأن إيران يمكن لها امتلاك سلاح نوو في غضون تقريبا شهر واحد في الحقيقة هذا الكلام هو كلام له أهداف سياسية واضحة خاصة أنه يأتي قبل أسابيع من استئناف مفاوضات فيينا بحسب كل التصريحات الغربية والإيرانية وبطبيعة الحال يأتي بهدف الضغط على الجانب الإيراني خاصة حكومة إبراهيم رئيسي التي أوضحت موقفها بشكل شفاف من المفاوضات بأنها لن تقبل أي ضغوط أمريكية جديدة وبالتالي هنا تحاول أمريكا استباق الأمور للضغط على هذه الحكومة وفرض عليها بعض الشروط لتقديم تنازلات في المفاوضات هذا التفسير المنطقي لتكرار هذه المقولة مرة جديدة على لسان الرئيس إيراني إبراهيم رئيسي هذا بالنسبة للتفسير المنطقي كما وصفت زميلنا ملحم لكن ما الذي يفسر أكثر من 800 ألف تلميذ يخضعون لمناهج الإدارة الذاتية الكردية شرق الفرات مناهج فرضتها القوى الكردية كأمر واقع من دون أسس علمية واعتراف به من قبل الحكومة السورية محمد الخضر عام دراسي جديد يطل على مناطق شرق الفرات وسط حالة إرباك مئات الألاف من التلاميذ وتشتتهم مناهج تكمل بها الإدارة الذاتية عملية تعليمية غابت عنها الأسس العلمية والكادر التعليمي المؤهل واقع قاس فرض لجوء أعداد كبيرة من الأهالي إلى تعليم أبنائهم وفق منهاج الدولة السورية رغم التضييق الشديد من قوى قصد والأسائش هو منهاج مغاير للأصول والعداد والتقاليد المتعرف عليها في تلك المنطقة وغير متناسق كأسلوب تربوي وكمنهاج حضاري ويناسب جيل أو ينشئ جيل تعلم في المدارس السورية وأنشئ في حب الوطن وتغنى فيه أصرار مجلس سوريا الديمقراطية على فرض مناهجه لا يخرج عن محاولة فرض أمر واقع جديد مناهج مرفوضة في دمشق حفاظا على عملية تعليمية وطنية جامعة بالرغم من تصريحات الرسمية عن إمكانية تعليم اللغات المحلية كالكردية وغيرها لساعات محددة أسبوعية إلى جانب اللغة العربية ترفض الحكومة السورية رفضا قاطعا بالتعامل مع هذا المنهج التي أفرضته وتفرضه أجندات خارجية تمليها على ميليشياتها في الداخل السوري في المشهد العام نجح أهالي ريفي دير الزور الشرقي والرقة في رفض منهج الإدارة الذاتية الكردية وفيما يكمل تلاميذ المؤسسات التربوية في منبج وريفها منهج الدولة السورية يخضع أكثر من 800 ألف تلميذ للمناهج التي وضعتها الإدارة الذاتية أخضاع التعليم للتوجهات السياسية الضيقة ولمنطق الأمر الواقع يهدد مستقبل أجيال بكاملها في المناطق الخاضعة للقوى الكردية شرق الفراد خسارة أخرى تتكبدها سوريا ضمن سلسلة الخسارات التي تكبدتها خلال سنوات الحرب محمد الخضر دمشق الميادين مرسل الميادين محمد الخضر بما ختمت به تقريرك عندما تحدثت عن أخضاع التعليم لحسابات أو توجهات سياسية ضيقة في المناطق الخاضعة للقوى الكردية حدثنا أكثر عن التداعيات وعن حجم الخطورة إذن رامي الخطورة بالفعل كبيرة تهدد 840 ألف تلميذ التحقوا هذا العام وهذا الرقم هو لما تسمى هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية خطر يتصل أولا بضعف هذا المنهاج هو لم يوضع على أسس علمية وضعه أشخاص بعيدون عن العملية التربوية وهذا الكلام لأهالي منطقة شرق الفرات لأهالي المحافظات التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية فالقيمة العلمية هي قيمة ضعيفة للغاية منهاج مترهل منهاج يبتعد عن تاريخ سوريا يعني هناك بعاد مقصود للحقاق التاريخية التي مرت في سوريا وهذا أيضا يقود إلى نقطة أخرى أنه منهاج على اعتبار أن المنهاج التعليمي هو رمز من رموز هوية البلد رمز من رموز وحدة المجتمع في سوريا وفي أي دولة أخرى هذا منهاج بعيد عن تكريس هذه القيم قيم الوحدة بين أبناء هذا المجتمع الجانب الآخر أيضا يتصل بعدم الاعتراف بهذه الشهادات يعني هذه الشهادات يعني على الأقل أو ربما النقطة الأهم في هذه الشهادة لذلك أين سوف يذهب هؤلاء التلميذ بعد الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى أي جامعات سوف يذهبون طبعا الإدارة ذاتية أنشأت ما تسمى جامعة روج آفا في تلك المنطق لكنها أيضا لا تملك أي بعد اعترافي أو أي قيمة علمية حتى خارج سوريا أن نفترض أن هناك حالة من الصدام أو الخلاف مع الحكومة في دمشق كل هذه العوامل تجعل بالفعل مصير هؤلاء الطلاب العلمي والتعليمي بخطر شديد في تنوع كبير في سوريا وكذا في العديد من دول الوطن العربي وحل الميدي لشؤون التونسية والأفريقية مراد الدلانسي في دول المغرب العربي بعضها برزت قضية اللغة الأمازيغية وبعض الدول أدرجتها كلغة معتمدة أيضا في التعليم ما الذي ميز هذه التجربة أو يجعلها مختلفة عن المثال الذي نتحدث عنه في سوريا نعم راميا التجربة تختلف ما بين الجزائر والمغرب من جهة وليبيا وتونس في ليبيا وتونس التجارب متشابهة في الجزائر والمغرب عدد الأمازيغ أكثر من ما هو عليها الحال في تونس وليبيا لذلك كانت تحركاتهم ومطالبهم بدأت منذ عقود طويلة وتوجت منذ أكثر من عقدين بوضع اللغة الأمازيغية في البرامج الرسمية واعتمادها في القنوات والتلفزيونات والأعلام المحلي في الجزائر والمغرب وبينما في ليبيا وتونس كان هناك تخوف وإلى حد الآن هو موجود من هذه الدعوات للمطالبة باللغة الأمازيغية وما إلى ذلك في ليبيا مثلا في عهد القذافي كان الأمازيغ ممنوعون من أن يتكلموا بلغتهم وإلى حد الآن هم يطالبون ولكن الوضع الأمني والسياسي حال دون ذلك في تونس كذلك لا يوجد اللغة الأمازيغية لم تتم برمجتها في المقررات الرسمية رغم أن بعض الأمازيغ يطالبون من حين إلى آخر ويقومون ببعض التحركات من أجل الاعتراف بثقافتهم وإدراجها في المهرجانات والتظاهرات الثقافية ولكن الأمر لم يتم أخذه بجدية لازمة ولكن لإحداث بعض القلاق في هذه الدول في المشهد السوري يختلف قليلا الأمر أو كثيرا نظرا لدعم الولايات المتحدة للأمريكية مراسل الميادين محمد الخضر هذا يدفعنا للسؤال عن سبب الإصرار لقصد على انتهاج هذه المناهج بعيدا عن الدولة السورية التي عبرت بالتصريحات عن إمكانية أن تدرج اللغة الكردية كلغة أيضا معتمدة بالتعليم بالفعل كما تفضلت الحكومة السورية أعلنت على لسان وزيرة التربية أكثر من مرة لاستعدادها لإدراج اللغات المحلية ضمن المجتمع السوري ضمن مناطق عديدة إنما الإصرار في الواقع هو ضوء طابع سياسي محاولة فرض أمر واقع على الدولة السورية على الحكومة السورية بأن هذا هو المنهج كما فرضوا أمر واقع في قضية الإدارة الذاتية هي معلنة من طرف واحد في تلك المنطقة كما فرضوا في موضوع كامل واقع في أي حوار مقبل مع الحكومة السورية بأن هذا الأمر هو الموجود ويجب التفاوض في هذا الموضوع وهو بات يمس في الواقع مئات ألاف العائلات في تلك المنطقة هذا جانب مهم للغاية الجانب الآخر في الواقع القوى السياسية المسيطرة في تلك المنطقة هو حزب الاتحاد الديمقراطي بي وي دي أيضا يكرس أدلجة بمعنى فكر عبدالله أجلان الفكر الأممي الفكر الذي يتناسب مع العقيدة السياسية لهذا الحزب وحزب العمال الكردستاني وبالتالي محاولة جذب شريحة واسعة جدا من المجتمع بأي استحقاقات قادمة لكي تكون قاعدة سياسية لهذه القوى السياسية في تلك المنطقة مراد دلنسي ملحمرية محمد الخضر شكرا جزيلا لكم فاصل نحلل بعده قضية اليوم أهلا بكم من جديد في التحليلية من الميادين وفي قضية اليوم في مشهد علماء الدين الفلسطينيين في مقام الأمام الحسين في كربلاء وهم يهتفون لزوال إسرائيل دلالات وعبارة هي صورة من الوحدة في الصراع مع الاحتلال هي صورة تؤكد أن الصراع في المنطقة سياسيا وستراتيجي وليس مذهبيا كما يحاول أن يروج البعض وهي تأكيد أن الشعب العراقي اليوم أكثر من أي وقت مضى تأشد التساقا بالقضية الفلسطينية والقدس والمقاومة إذن في مشهد اللافت حناجر فلسطينية تصدح نصرة الأقصى من داخل الصحن الحسيني في كربلاء المقدسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين ورجال دين آتين من فلسطين إلى العراق يوجهون رسالة وحدة للمسلمين أجمع ويدعونا لنصرة فلسطين وزوال إسرائيل ليؤكد أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأولى التي لا يمكن تجاوزها مهدي ديراني الموت الإسرائيل الموت الإسرائيل الموت الإسرائيل الموت الإسرائيل كلنا كلنا أمريكا كلنا كلنا أمريكا بهذه الشعارات صدحت حناجر علماء الدين الآتين من فلسطين خلال زيارة لهم إلى مرقد الإمام الحسين في كربلاء المقدسة من داخل الصحن الحسيني وفي ذكرى الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين حضرت القضية الفلسطينية ردد الوفد الفلسطيني هتافات منددة بإسرائيل والولايات المتحدة وأكدت وحدة المسلمين وأن إسرائيل إلى زوال لا محال ويشارك الوفد في موكب نداء الأقصى على الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء من كان على نهج الإمام الحسين فليخرج طائما بالعدل والقفل ولا عدل ولا قصة ما دامت إسرائيل موجودة الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل مشهد لافط وقضية سامية وحدا المسلمين نبذوا كافة صور التفرقة والانقسام واجتمعوا تحت رؤية واحدة جامعة معبرة عن إيمانهم وتطلعاتهم إلى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية التي يحاول الاحتلال تمصهويتها وتاريخها كلا كلا إسرائيل كلا كلا إسرائيل دبيك لأقصى دبيك لأقصى محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة محوى القضية الفلسطينية وتصفيتها التي فشلت مع ملحمة سيف القدس ها هي اليوم تسجل فشلا جديدا ويبقى هذا المشهد الجامع دليلا قاطعا على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأساس والمحورية التي تفرد نفسها قضية لا يستطيع أحد تجاوزها محل الميادين لشؤون العربية والإسلامية قطيبة الصالح عندما نرى علماء دين من فلسطين المحتلة في كربلاء في الصحن الحسين في أربعينية الإمام الحسين يهتفون أيضا للإمام الحسين أي يعني إمام الحسين الثورة التصدي للظلم ونصرة المظلومين وأن يقرن ذلك بالقضية الفلسطينية أي خلاصات نسجل هنا تحياتي رامي دعيني أبدأ سريعا قبل الحديث في الخلاصات الخلاصة الأولى هو مشهد الوحدة الإسلامية حقيقة رامية كما يجب أن تكون باعتقادها هذه الرمزية الأولى لمشهدية اليوم الوحدة الإسلامية البعيدة عن العنوين الفرعية أو الأنجندات السياسية والتي تكون بوصلتها فلسطين والقدس وفقط لا شيء غير ذلك نقطة ثانية أريد الإشارة عليها سريعا هو ليست رمزية الشكل أيضا وأنما التفاصيل تابعت أحد علماء الدين الفلسطينيين يركز بشكل مكثف على التفاعل الذي حصلت عليه لداءاتهم أو الشعارات التي رددوها في الداخل العراقي ولذلك رمزية عظيمة بتقديري ثالثا عند دراسة أي أو لند التعليق على أي مشهدية رامية لا يمكن فصلها حقيقة عن السياق التاريخي والجغرافي أيضا في هذا الإطار أريد تحدث في ثلاث اتجاهات سريعة عراقيا سنتحدث خلال النقاش ولكن سأكتفي بالقول أننا يجب لا ننسى أن هذا العراق هو الذي أريد له أن يخلق فيه وحش المذهبية والطائفية المصطنع وأريد منه أن ينتشر وبالتالي رمزية عظيمة أن نشاهد هذه المشهدية اليوم وكأنها دفن لهذا المشروع على أرض العراق حيث أريد له أن يبدأ حقيقة أقليميا بتقديري نحن أمام إعلان رسمي عن انتهاء مفرزات عشرية النار خلال السنوات العشر الماضية وبتقديري هو إعلان رسمي بإرادة شعبية عن أن التناقض الوحيد في المنطقة هو التناقض مع كيان الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأن أي تناقضات أخرى تم اصطناعها أو خلقها هي تناقضات مرحلية وغير حقيقية بل ومصطنعة في إشارة أخيرة ستحدث دوليا بتقديري أتابع بعض الصحافة الأمريكية التي بدأت تتحدث عن مراجعات للمنطقة أحد الصحف كانت تتحدث عن أن الجغرافيا السياسية هي المسؤولة عن التوترات المذهبية أو الطائفية في المنطقة بتقديري ما تريد أن تقوله أن أمريكا والهيمنة الأمريكية هي التي خلقت واصطنعت هذه التوترات تتابع الصحيفة بالقول بأن تغير هذه الجغرافيا السياسية سيساهم في إخماد هذه التوترات مشهدية اليوم تثبت أن إرادة شعوب المنطقة هي التي كسرت هذه الإرادة الأمريكية وهي تعبير عن رفض الإرادة الأمريكية وتعبير أيضا بشكل آخر عن أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها في هذه المنطقة محلل الميدين لسؤون الإقليمية والثقافية سليم بوزيدي فلسطين في العراق بمناسبة دينية من داخل كربلاء نسمع هتافات مهمة كلا كلا أمريكا هذه الهتافات أيضا رفعت عندما اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية الفريق السليماني نسمع الموت لإسرائيل ما أهمية ودلالات هذه أيضا المشهدية في زمن تطبيع بعض الأنظمة العربية تحياتي راميو لكل الزملاء الأعزاء قد يبدو المشهد في الإطار البسيط أو الإطار العادي مجرد واقع رمزية روحية بمعنى أن مجموعة من العلماء الفلسطينيين في العراق في الصحن الحسيني ينادون ويتنادون بفلسطين لكن في الحقيقة أن هذا المشهد هو أبعد وأكبر من مجرد حدث رمزي معنا ويروحي على أهميته هو يمكن وضعه بامتياز في خانة التحول الاستراتيجي لماذا التحول الاستراتيجي لأن أساس المشكلة في المنطقة العربية كانت هي الضرب على وتر الفتنة المذهبية والطائفية تم تقسيم وتشتيت وإضعاف الصف العربي عن طريق زرع الفتنة المذهبية والطائفية عندما نرى هذه الصورة الجميلة والمشرقة للوحدة الإسلامية للتسابح والتقارب بين المذهب في المنطقة العربية وأين في العراق يجب أن نتذكر أننا أمام دولة مفصلية هي أحد الأضلع الأربع لجبهة الصمود والتصدي الذي تم إعلان عنه في منتصف السبعينات سوريا والعراق والجزائر ومصر عندما تعود المشهد بهذه الروحانية نحن أمام تحول مفصلي نحن نطوي صفحة ونفتح صفحة الأهم رمية من الإنجاز هو البناء على الإنجاز الآن نحن نكون قد اقتربنا من طي هذه الصفحة المدمرة والبشعة ستحدث عن البناء على الإنجاز لكننا نقف أيضا على المعاني والدلالات وننتقل الآن إلى مدير مكتب الميادين في بغداد عبدالله بدران من العراق وفي العراق شكلا ومضمونا ما هي الدلالات والمعاني نعم هي تذكير بالموقف العراقي وعودة العراق لإحتضان القضية الفلسطينية أن يتم تثبيت موكب باسم موكب الأقصى في الطريق الذي يسلكه المسلمين الشيعة الذي يسلكه المسلمون الشيعة في أربعينية الإمام الحسين المسلمون على قناعة أنهم بهذه المسيرة صوب كربلاء بإحياء هذه المواكب وتثبيتها وتقديم الخدمات فيها وإحياء ذكرى وقعة الطف وإنتصار الدم على السيف وتجديد العهد لدى المسلمين الشيعة بالدفاع عما دافع واستشهد لأجله الإمام الحسين هم يحاولون أن يربطوا ويجدون أن في القضية الفلسطينية المظلومية التي تعرض لها الإمام الحسين هم يحاولون أن يرسلوا رسالة مفادها أنهم يجددون العهد لفلسطين كما هو الحال في تجديد العهد في كل سنة في أربعينية الإمام الحسين المشهد عندما يتحرك الملايين سيرا على الأقدام من خارج عراق ومن داخله وفي طرقات ومسالك ووصولا إلى قلبي المدينة القديمة في كربلا في جنوب العراق لإحياء هذه الذكرى والواقعة وأربعينية الذكرى مرور أربعين يوم على استشهاد الإمام الحسين في عام ٦١ الهجرة والشعار الهياسي الأبرز هو انتصار الدم على السيف طبعا ذلك يعني أن هناك تجديد ذلك يعني أن هناك أيضا رسالة أن المسلمين الشيعة يحتضنون هذه القضية كمثل بقية المسلمين وهذا رسالة وحدة وهذه رسالة وحدة طبعا أن يطلقها هذه ليست المرة الأولى رامية بالمناسبة عندما كان الأمين العام بحزب الله السيد حسن صلى الله قد أكد في إحدى خطبه أن أي خطر يهدد القدس يعني حربا إقليمية كانت كتائب حزب الله على سبيل المثال هي أول من لبت وأكدت أنها جاهزة وتؤكد بطاءها على العهد في حفظ المقدسات وعدم توانيها وأنها أول من يعلن دخولها لمعادلة الردع نتحدث هنا عن العراق الذي أرادته أمريكا في العام 2003 عراقا أمريكيا هذا اليوم مهم أن نقف باختلاف المشهد أو الارتقادات وأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع عراقا أمريكيا أو عراقا مطبعة لكن في نقطة أيضا فهم ما الذي تحمله أيضا من دلالات أعود إليك طيبة فيما كنت ختمت به مداخلتك الأولى نحن نتحدث عن علماء دين عن شيخ من فلسطين من أهلنا السنة يرددون هذه الشعارات في مكان ومناسب لها دلالات دينية واضحة وبارزة وربط كما أشرنا القضية والمواجهة مع إسرائيل لكن السؤال هنا هل نحن أمام تأسيس لمرحلة لنهاية تلك الشعارات المذهبية التي رفعت في السنوات الماضية نحن أمام مرحلة تأسيسية فعلا؟ بتقديري نعم وأريد أن أستعير حقيقة من الزميل سليم الذي أسعفته فطنته في التنبه إلى فكرة التحول الاستراتيجي حقيقة هو بالفعل ليست مشهدية فقط هو تحول استراتيجي يبدأ أننا نعيش زمان التحولات هو تأكيد بداية على أن سيف القدس لم تكن مواجهة أو معركة تقليدية أو حتى عادية إنما هي نقطة مفصلية تاريخية سنتحدث عنها طويلا بإطار التحول الاستراتيجي الذي عمل فلسطين والمنطقة كلها والصراع أيضا هذه المشهدية هي بالتأكيد تحول استراتيجي باتجاهين بتقديري رامية الأول هو تتويج لمسار سابق من الانتصار والصمود ومواجهة فتاوى النار مواجهة استخدام الدين كمطية للتطبيع مواجهة استخدام الدين كمطية لضرب حالة المقاومة في المنطقة وهي في الاتجاه الثاني بالتأكيد هي حالة تأسيسية لمشهد جديد في المنطقة مشهد لا يسمح برفع الشعرات المذهبية والطائفية واختلاق أو إحداث تناقضات فرعية في المنطقة العربية غير التناقض مع الاحتلال ولكن وهنا أيضا أعود إلى الزمير سليم لحدثه هي أيضا مرحلة تأسيسية يجب أن يكون فيها خطاب جديد ويمكن أن نكون مشهد تأسيسي بالنظر أو هذه المشاريع التفريقية على أسس مذهبية أو طائفية في المرحلة القادمة أيضا عبدالله المعلومات تشير بأن هؤلاء العلماء الفلسطينيين في قدومهم بزيارتهم إلى كربلاء إلى الدخول أيضا إلى الصحن الحسين المشاركة في أربعينية الإمام الحسين تأتي أيضا هناك موافقة من السيد السستاني وبالتالي ما المغزى هنا نعم راميا بالمناسبة طبعا الوفد الفلسطيني الذي زار العراق جال على عدة مرجعيات دينية وعلمائية سنية وشيعية وحتى من التيارات المدنية كان قد التقى بهم وهؤلاء عندما التقوا بها بالشخصيات العلمائية السنية والشيعية كانوا قد وجدوا الاحتضان بالمناسبة بالعودة للحديث عن معادلة الردع التي انضمت إليها الفصائل العراقية ذلك يعني أن ما حصل اليوم من موكب للأقصى في طريق النجف كربلاء هو وكأن المسار قد ابتدأ بالفعل وأن أي خطر يهدد الأقصى أو القدس فإن ذلك يعني حربا إقليمية طبعا من أبرز المواقف التي كانت لدى السيد السستاني لجهة الملف الفلسطيني التطورات الملف الفلسطيني التي لا تغيب عن رؤية المرجع الديني السيد علي السستاني ما ذكره سواء في لقائه برأس الفاتيكان رأس الكنيسة الكاتوليكية بابا الفاتيكان أو كذلك في المواجهات التي حصلت في المدينة القديمة في القدس عندما أكد سيد السستاني في حينها أنه مع دعم القاطع للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم الذي يريد قضم المزيد من الأراضي كذلك كان هناك تذكير خلال اللقاء البابا فرانسيس من أن شعوب المنطقة وما تعانيه من حصار وويلات وعلى رأس هؤلاء ومنهم الشعب الفلسطيني هو أيضا تذكير من مرجعية النجف تجاه القضية الفلسطينية في المشهد العراقي أن يكون هناك موكب على طريق كربلا بين النجف وكربلا ويحتضن المسلمون الشيعة كعادتهم بالمناسبة هي لم تغب يعني بعد العام من مختلف الجنسيات ومن ضمنهم الفلسطينيون في تنظيم القاعدة وفي التنظيمات التكفيرية أريد للعراقيين أن يفهموا أن الفلسطيني هو من يستهدف الأحياء والأسواق والمدنيين الشيعة وأن الفلسطيني هو من أولغ بدم العراقيين لم تأتي ثمارها تشنجت الأوضاع بعد العام 2003 و4 و5 و6 وصولا لاستكباب الأمن نسبيا لكن ها هم العراقيون اليوم آية الله العظمى سيد مرتضى القزويني ذكر ببسالة الفلسطينيين الذين يعدمون وسائل المواجهة لكنهم ينتصرون هناك ربط ما بين أربعينية الإمام الحسين وهذه القضية وتجديد العهد في ذكرى أربعينية الإمام الحسين وما بين تجديد العهد الذي سيصبح سنويا للقضية الفلسطينية من طريق كربلاء النجف في كربلاء الإمام الحسين وأخيه العباس وأحياء الذكرى أربعينية في النجف الإمام علي بن أبي طالب واختيار هذه المنطقة بالتحديد هو يحمل دلالة رمزية العراقيون لم يغيبوا ولم يغيبوا القضية الفلسطينية رامية وبالتالي كل الشخصيات العلمائية والدينية كانت داعمة ومحتضنة حتى أولئك الذين يجبونها على وقتل آخر لم يجدوا الصوت العالي الذي يمكن أن يطلقوه ومن يستمع إليهم في المجتمع العراقي سليم هذه النقطة مهمة جدا بمعنى هذا المشهد التأسيسي يمكن أن نقول إلى أي حد يؤكد ما كان يطرحه محور المقاومة بأن الصراع في المنطقة ليس مذهبيا وإنما هو سياسي وستراتيجي نحن لا نكتشف العجلة ولا نعيد صناعة البارود رامية حينما نقول أن أصل المشكلة هي مشكلة سياسية هي مشكلة وجدية بالمعنى الاستراتيجي لم تكن قبل الثورة الإيرانية يعرف العالم العربي شيء اسمه الفتنة المذهبية في المنطقة وبالتالي المدخل للقراءة المشهد والوعي مفتاح المعركة مفتاح النصر هو الوعي بالمناسبة هذه العبارة تكرت كثيرا في خطابات زعماء المقاوم على أساس حسن نصر وبالتالي إذا أردنا أن نكمل في الفكرة على أن المشهد التأسيسي نحن أمام منجز صحيح لكن المنجز يزب أن لا نضيعه هذه المرة كيف لا نضيعه بقراءة حقية واعية وذكية لما يهدر راميا بدأ التحول الاستراتيجي منذ عام 2006 في معركة العصف الماكول سنة 2014 كان مشهدا لافتا عندما يطل الراحل رمضاء شلح الكبير من غزة ويقول أن أكبر داعمين للغزة في تلك المعركة كان يأتينا من إيران جزء من الجمهور العربي الذي كان مضلل في حالة انقسام سعق لهذه الموقف الصريح والقوي من أحد القادة الكبار بعد ذلك عندما فشل مشروع الشرق رأسط الكبير أو الشرق رأسط الجديد بإسقاط مشروع داعش بإسقاط دولة سورية في الانتصارات العراق الآن نحن أمام استكمال لهذا النصر عن طريق جملة من المؤشرة أولا عندما يعود العراق لدوره العروبي كجسر للوحدة الاجتماع اليوم في مقر إقامة السفير العراقي بالأمم المتحدة حينما يجمع السعودية وإيران والإمارات والاتحاد الأوروبي هذا مشهد عندما تقول الجزائر أن القمة العربية القادمة هي قمة فلسطين عندما تعود مصر لدورها العروبي في الاتحاد الإفريقي هذه المؤشرات هي مؤشرات لتحول كبير من المهم جدا على النخبة العربية أن تلتقط هذا المشهد للتأسيس لحالة وعي الجماعي يعيد المعركة الأصولية وهي معركة وجودية بين عدو واضح وأمة واحدة من مناسبة أحد المداخل أيضا بدون أي مناسبة لأن الوقت لا يصبح للمناسبات سيد سليب ربما في مداخلتك أيضا الأخيرة في التحليل يا قطيبة لحظة نتحدث فقط عن حضور للقضية الفلسطينية في العراق واقترابها ونرى هذا الاحتضان وعودتها لزخم على المستوى الشعب العراقي وإنما أيضا في الخيار الذي يطرح فيما استمعنا بالهتافات أي خيار المقاومة ما أهمية ذلك أيضا نعم رانيا سأحاول اختصار حتى أعطي الزمير سليم وقتا ليكمل مداخلته في الحقيقة إنه الإثار يا قطيبة الرائع الذي يميز لزملاء شكرا شكرا سأبدأ من رمزية المشهد حقيقة وهي نقطة باعتقادي مهمة جدا رمزية المشهد حقيقة هي كاشفة وليست منتجة في النهاية هناك آلة إعلامية في المنطقة آلة تطبيعية رامية تحاول التعتيم على الكثير من المشاهد الرمزية أيضا وهما سيحدث مع مشهدنا ما لم نضوي نحن عليه الضوء بتقديري خلال سيف القدس تابعنا أشهدا آخر وهو توجه عراقيين بمالهم الفرد الحقيقة وليس وفق أجندة سياسية توجهوا إلى الحدود مع الأردن للوصول إلى فلسطين وحرقهم العالم الإسرائيلي على الحدود مع الأردن لأنها أقرب شيء إلى فلسطين وبالتالي ما نشهده اليوم هو تعبير كشف عن الحالة الحقيقية للشعب العراقي المنتصق مع المقاومة العراقية أيضا ما أهمية ذلك بتقديري الأمر يعود إلى العقل الإسرائيلي من يريد أن يعرف أهمية العراق في إطار الصراع وفي إطار القضية الفلسطينية عليها أن يعود إلى كتاب بن يمين نتنياهو مكان بين الأمم ليدرك حجم القلق الإسرائيلي من دور العراق في الصراع العربي الإسرائيلي وليدرك أيضا أهمية إخراج العراق من الصراع عليها أن يقرأ بن يمين نتنياهو من ناحية أخيرة بتقديري هذه المشهدية تثبت بالتأكيد أن ما حصل خلال السنوات الماضية وهو تتم لحديث الزمين عبدالله هو فصل بالقوة المادية بين العراق وفلسطين لكن على الصعيد العاطفي على الصعيد الانتماء على الصعيد الشعبي لم يكن هذا الفصل موجودا وهذه المشهدية اليوم أكبر تعبير على ذلك مما فعيل ذلك عبدالله على مستوى هذا الزخم والالتفاف البارز الواضح للقضية الفلسطينية عودتها بهذا الشكل شعبيا مما فعيل ذلك نعم هي رسائل ضعفة لانشغال العراقين بالإرهاب ومواجهاته وبهجماته وبالاقتتال الطائفي الداخل الذي حصل لكنهم عادوا واحتضنوها أن يكون هناك موكب براميا ذلك أن هناك موكب فلسطيني كمواكب العراقيين التي تعقد سنويا في محرم في يوم عاشرة وما قبل عاشرة ووصولا إلى يوم أربعينية الإمام الحسين أن يتم إحياء هذه الذكرى يعني ذلك أن فلسطين سيكون لها حضور مركزي كحضور يوم عاشرة وأربعينية الإمام الحسين لدى المسلمين ولدى المسلمين الشيعة يتم ذلك هذه رسائل أن هناك وحدة يتم احتضان علماء دين من مختلف الطوائف في طريق كربلة وعلى طريق الزائرين الذين يسيرون على الأقدام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين ذلك يعني أن هناك موكب فلسطين في كل عام مع مواكب العراقيين للإمام الحسين سليم بدقيقة عندما نتحدث على المستوى الشعبي إلى أي حد يبرز هنا محاولة الاختراق شعبيا لدول في المغرب العربي وأيضا فشل ذلك بالنظر لنموذج الشعب المغربي راميا ربما الأكيد أن في المنطقة المغربية وعلى المستوى الشعبي أكد أجزم طبعا كما هو في منطقة العربية أن محاولة الاختراق سواء لقضية تطبيع على المستوى الشعبي هي تكاد تكون حالة مئوس منها صعب جدا يكاد يكون مستحيل أن نتكلم على وجود حالة ولو معزولة لتطبيع في المنطقة العربية لكن أرد أن أعود إلى جزئية متعلقة بالمنطقة العربية بشكل عام وفي ثواني بشكل سريع تم ابتدال للأسف طوال الفترة المافية خاصة تم ابتدال مفهوم القومية لحسابات أيدولوجية حسابات سياسية أو لضعف في التكوين الفكري والمعرفي لكن يجب أن نعود لإدراك أن محادثة في العراق اليوم يعيدنا لتأسيس فكرة القومية الواعية القوية الجديئة القومية السياسية المدركة بثقافة تقرأ المشهد بمهم جدا أن ندرك أن عودة العراق هو مرحلة لنصر كبير يجب أن نلتقد هذه اللحظة التاريخية بفرح وبفخر وبانتماء وأن تمد الجسور بين العراق وحضنه العربي كما يجب وكما كان العراق دائما سليم بوزيدي كطيب الصالح عبدالله بدران شكرا جزيلا لكم مشاهدين التحليلية انتهت دائما للمزيد الميادين دات نيت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة